موسيقى تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة الجارديان وتقرير لروبرت أفورت بعنوان الجهادي المتردد وقال كاتب التقرير إنه عندما التحق أبو علي بتنظيم الدولة الإسلامية اعتقد أنه ليس هناك أي شيء يخسره إلا أنه عندما عبر الحدود إلى سوريا لاحظ بسرعة أنه آخر مكان يود أن يتواجد فيه وفي مقابلة أجرها كاتب التقرير مع أبو علي يقول الأخير إنه وصل إلى سوريا عبر تركيا في منتصف كانون الثاني عندما كان تنظيم الدولة الإسلامية في أوجه وبمساعدة عمل نظافة دفع له مبلغ يقدر بـ 75 ليرة سورية أرشده إلى فجوة في السياج الحدودي إلا أنه تردد باجتيازه رغم أنه قطع مسافة طويلة وأضف كاتب المقال إنه أعطي اسم جديد وحياة جديدة فأصبح اسمه أبو علي وأنه كشأن جميع الجهاديين المنضمين لتنظيم الدولة الإسلامية فإنه أراد أن يخلق من جديد وأشار كاتب المقال إلى أنه التقى أبو علي في قرية عفرة على الحدود التركية السورية أي بعد ثلاثة شهور على هروبه من تنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة بعض المهربين أسوة ببعض المتعاطفين من الناشطين وأردف كاتب المقال أن التحاق أبو علي بالتنظيم قوبل ببعض الفكاهة لأن التنظيم اعتاد تهريب المهاجرين إلى الداخل أما أبو علي فقد وصل وحده كما أنه لم يكن مهيأ للانضمام الفعلي للتنظيم ويروي أبو علي أنه عندما أسند أحد القادة له في تنظيم الدولة الإسلامية مهمة لبس حزام ناسف لتنفيذ مهمة انتحارية إلا أنه رفض لبسه قائلا لماذا لا تلبسه أنت فأنت تريد الذهاب إلى الجنة أكثر مني وفي صحيفة تايمز نقرأ تقريرا أعده ديفيد شارتر من برلين وأنت كارسافا من أثناء بعنوان اختفاء الأطفال يزيد المخاوف من استرقاقهم جنسيا حيث تحدث التقرير عن اختفاء ألاف الأطفال المهاجرين في ألمانيا في خضم الفوضى التي صاحبت تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا وقالت الصحيفة إنه تم الإبلاغ عن اختفاء أكثر من 5800 طفل من المهاجرين العام الماضي في ألمانيا فقط الأمر الذي يثير المخاوف بشأن وجود عصابات تختطف الأطفال الذين وصلوا من دون أسرهم ليتم استغلالهم جنسيا وأفدت تقرير بأنه يعتقد أن الأطفال المختفين معظمهم قدموا من أفغانستان وسوريا والمغرب وأريتيريا والجزائر ونقلت الصحيفة عن الحكومة الألمانية أن بعض المختفين قد يكون غادروا البلاد رغم أن بعضهم لم تتجاوز أعمارهم 14 عاما وجاء ذلك عقب معرفة الشرطة الأوروبية باسم يوروبول وإصدارها بيانا بشأن الأطفال المختفين والذي قدر عددهم بنحو 10 ألاف طفل خلال العام الماضي معظمهم اختفوا في إيطاليا وأشار التقرير إلى أن الشكوك تدور حول المهربين الذين اصطحبوا الأطفال في الرحلة الخطرة ويعلمون أنهم جاءوا من دون أسرهم والعصابات المتخصصة في تجارة البشر ونطالع في صحيفة حريت مقالا لفيردا أوزير بعنوان يجب أن نعيد التفكير لتسع مرات قبل دخول المستمقع السوري جاء فيه اتركوا حزب الاتحاد الديمقراطي وتمسكوا بنا وبالمعارضة السورية التي تنسق معنا ومع المملكة العربية السعودية لمحاربة تنظيم داعش بهذه الكلمات وجه الوفد الرئاسي بقيادة الرئيس أردوغان بسالته إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما عرض عليها تدخلا بريا بغطاء جوي بقيادة أمريكا وعلى الرغم من كل هذه العروض والنداءات إلى أن الموقف الأمريكي ما زال متمسكا بحزب الاتحاد الديمقراطي وتضيف الكاتبة أن أمريكا لن تسبح بالتدخل التركي في الساحة السورية حتى لا تفسح المجال لأي نفوذ تركي هناك ملابسات وتفاصيل الأحداث الحالية تختلف عما كانت عليه الأوضاع في حرب الخليج الأولى حول دخول تركيا في الحرب ففي تلك الأيام كان التدخل التركي المقترح مدعوما ومغطى دوليا من قبل الأمم المتحدة بسبب مشاركة 33 دولة أخرى في الحرب بينما نرى اليوم بأن اقترح التدخل التركي لا يلقى أي دعم دولي أو غطاء أممي وفي جانب آخر من الصورة نرى بأن صدام حسين كان وحيدا في تلك الأيام بينما نرى بشار الأسد اليوم مدعوما من قبل روسيا وإيران ولهذا يقول جمال شيشيك لم تستبيع الأطفال والتحالفات إلى الآن في الساحة السورية حتى وإن قالت لنا أمريكا بأنها ستتخلى عن حزب الاتحاد الديمقراطي ثم طلبت مننا التدخل يجب علينا أن نفكر حينها تسع مرات قبل أن نقدم على ذلك زد على كل ما سبق حقيقة تغير الخارطة السياسية للمنطقة ففي الوقت الذي رأينا فيه أمريكا وهي تتحرك لتحل مشكلة اللاجئين في حرب الخليج بفرض منطقة آمنة نرها اليوم ترفض هذه المنطقة عندما اقترحتها أمقرة لمنع أي نفوذ تركي قد ينتج عنه قد ينتج عن هذا التدخل ونقرأ في صحيفة صباح التركية مقال لأكام مدرس أغلو بعنوان أمريكا ماذا تقاوم وماذا تريد قال فيه الكاتب هل يترى مصادفة هو تزامن طرح اقتراح مربك تحت عنوان عملية جديدة للحل الدائم مع استمرار عمليات مكافحة الإرهاب بشكل فعال كيف يمكن تفسير اقتراح السفير الأمريكي في أنقرة جوب باس الذي يدعو إلى تأسيس بيئة لأرضية صالحة للحوار وإلى ما يشير تكاثف هذه المساعي كلها بعد إعلان عزم وتصميم الرئيس أردوغان على مكافحة الإرهاب حتى النهاية يبدو أن ممثلي صنع سياسة الأمريكية يواجهون رسالة إلى أنقرة في القضايا الثلاثة التالية أولا لنؤمن لكم دعما أكبر في مواجهتكم لحزب العمال الكردستاني ولكن توقفوا عن المسواة بين العمال الكردستاني وبين الاتحاد الديمقراطي هذا الأخير يتزمن في السحة السورية لمواجهة داعش رد أنقرة على هذه المقترحات حزب العمال الكردستاني مثله مثل الاتحاد الديمقراطي شأنه شأن وحدات حماية الشعب كلهم سواسية ثانيا مرة أخرى يجب الانتباه إلى مقولة أمريكا مواجهة الإرهاب حق مشروع لتركيا ولكن إن التصريحات التي تتبع الجمل المنتهي بولاك غير مشجعة غالبا ثالثا يبدو أن أعماق الدولة الأمريكية تعمل جاهدة على تحفيز عملية حل جديدة بين أنقرة والمنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني وتمضي خطوة إلى الأمام فتجس النبض بقولها فلتصمت الأسلحة وإن شؤتم يمكننا أن نكون وسطا وختام حلقة اليوم مع موقع شام ومقال ملهم عز الدين بعنوان الغطط بين المطرقة والسندان رأى فيه الكاتب بأن الغطط الشرقية تعد أحد أكبر العوائق الواقفة في وجه مشروع عصابات الأسد الطامح إلى جعل السيطرة في سوريا محصورة في فئتين فقط هما قواته المجرمة وعصابات داعش الإرهابية إن عصابات الأسد تشن منذ سنوات حربا إعلامية وأمنية على الغطط الشرقية من داخل الغطط نفسها حيث استغلت بداية بعض الخلافات الفكرية والمنهجية الموجودة بين فصائل الغطط وأرادت إدخالهم في مهاترات وصراعات جانبية تحرفهم عن هدفهم الأساسي وهو إسقاط النظام كانت الحرب المركزة من قبل عصابة الأسد تستهدف بشكل كبير ومباشر جيش الإسلام لأنه بإضعافه تضعف الغطط كلها فكان ما رأيناه من تشويه وتحريض وطعن ومحاولة إسقاط داخلية وكانت عصابات داعش ركيزة أساسية فيه لكن عصابات داعش قد استؤصلت جسدا من الغطط لكنها بقيت فكرا في أدمغة بعضهم دون أن يعلنوا ذلك هذا الفكر متفش بشكل كبير في صفوف جبهة النصرة التي لم ينس أهل الغطط لها مؤازرتها لداعش يوم استئصالها وذلك بحسب عناصر من النصرة من التيار المناهض لداعش فيها وعبر النصرة كانت بداية مشروع داعش من جديد لكن هذه المرة باحترافية أكبر وخبث أشد رسم مخطته على استغلال الخلافات بين مكونات الغطط لتتكلل هذه المرحلة بولادة جيش الفستاط الذي يخضع بشكل تام لإدارة النصرة وفكرها المتدعش جيش الفستاط جاء ليوظف خلافات جيش الإسلام مع أحرار الشام وفجر الأمة وفيلق الرحمن لصالحه بهدف التضييق على الغطط الشرقية وشيطنة لها أمام المجتمع الدولي وختم الكاتب مقاله بتقديم النصح للقادة على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم قائلا ما يمكر لكم أكبر من أن تختلفوا في وجوده وما ستضيعونه بخلافاتكم من دماء وأرواح وأراضي محررة أكبر بكثير مما ستحصلون عليه من مكاسب جزئية وبهذا المقال مشاهدين أن نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة